السلام عليكم لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد ان شاء الله ان اعجبك الفيديو لا تنسى الاعجاب والاشتراك في القناة اعطيه الشدائد ويعود سبيكة من ذهب اقول له تلكلمة هذه ركي اسمه اهل الله اذا اردت ان تصير سبيكة من ذهب حتى كله معدن فضة وكله معدن نحاس وكله معدن قصدير وكله معدن اقل من ذلك لكن انت اذا اردت ان تكون سبيكة من ذهب وكله معدن قوي هو انك دائما تكون من الصابرين اذا اصابتك شدة وتكون من الشاكرين اذا اكرمك الله بنعمة دائما المؤمن اما شاكر واما صابر عاجبا لامر المؤمن وذلك كله خير ان اصابته سراء صبر وان اصابته اذا اصابته سراء شكر واذا اصابته ضراء صبر فهكذا هو المؤمن للا جميلك اشكروا على التواصل ديلك واسأل الله تعالى ان يحفظ ذلك الوالدين ويبرك فيهم ويطول عمرهم ويمتعهم الصحة والعافية ويحفظ ذلك جميع افراد الاسرة وذلك الوليد اسأل الله تعالى ان يحفظه في سمعه وبصره وعقله وفؤاده وان يجعله مرضيا مهديا من المؤمنين الطائعين السالكين المتسابقين الى فعل الخيرات واسأل الله ان يعم عليكم نعمه وبركاته وهذه دوما ايوا الاحباب الكرام اهل الخير يقول لك نشرب شراب اهل الصفا هناك شرب شرب لهو غير مادي شراب اهل الصفا اذا شربه الانسان عنده صفاء دهني وصفاء قلبي وصفاء روحي ما يحتاج الى دواء اهل الله لا يحتاجون الى دواء وهذه النظرية في الطب اهل الطب كي يقول لك الطبيب الحاضق هو الذي لا يعطيك دواء لان اي دواء الا وعنده عنده اعراض جانبية كذلك ام الدوخة عدم التركيز كذلك الضحف الجنسي كذلك لا دياغ كذلك البدانة كذلك الاسترخاء كل دواء له اكيد له عوامل اخرى والطبيب الحاضق هو الذي لا يصف دواء وإنما يحاول أن يعالجك بالكلام وبالحوار أهل الله هذه حرفتهم أنهم يقول لك أشرب شراب أهل الصفا وسوف ترى العجائب ما هو شراب أهل الصفا هو ليس شرابا ماديا هو إحساس وشعور سري غريب عجيب ربنا عز وجل يعطيه لعباده المؤمنين كلما تعلقوا به وكلما صفت نفوسهم وصارت ألسنتهم رطبة بذكر الله آنذاك تلقى بأن الشدائد اللي عنده والمصائب كلها يجمعها في كلمة واحدة فتصير مجرد شفاء وعلاج ونقاء وصفاء حتى يصير كالسبيكة من ذهب ما فيها لا ألم ولا صدى ولا أي شيء يعيب جمالها اللهم يا رب سقنا شراب أهل الصفا اللهم اجعلنا من الذين صفت نفوسهم وتنقت أرواحهم قلوا معنا جميعا آمين 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 يا ربي يا كريم أولا جميلة الحمد لله في نبرة هذا الصوت يتفاؤل وقال لكل من اسمه نصيب كن جميلا ترى الوجود جميلا الحياة جميلة كما خلقها الله تعالى منحة هدية لماذا الحياة لست جميلة نحن كنا في العدم هل تعلمون أيها الأحباب الكرام نحن بني البشر أين كنا قبل خلق آدم عليه السلام كنا عدم نحن كنا تراب كنا تراب وربنا عز وجل كان يتفرد بجلل في ذي الوجود يحكي عن نفسه العليا فيقول كنت كنزا مكنونا فأردت أن أعرف فخلقت الخلق لكي أعرف لماذا خلق الله الخلق لكي يعرف أرى الغاية الأساس من هذا الوجود أرى ما أصبحنا نتحدث عنه دوما أزمة السكن وأزمة تعليم وأزمة الصحة وأزمة الشغل وغلاء المعيشة والصراع الحزبي والتعديل الحكومي والإمبريالي الخارجية والاستعمار الأجنبي والصراع بالقضية الفلسطينية والإسرائيلية والقضايا التي شاملت فكرنا وعقلنا ونسينا لماذا نحن موجودين ونسينا الأساس الأكبر لو أننا عرفناه لتوقفت الحروب وتوقف سفك الدماء وتوقف الهم والغم والأمراض النفسية التي شاملت أكثر من 65% من ساكنة العالم نحن أيها الأحباب الكرام كنا عدم لم نكن موجود أصلا كان الله وحده جل جلاله ليس كمثله شيء وهو السميع العليم كان يتفرد في هذا الوجود الذي خلقه فأراد أن يعرف فخلق الخلق لكي يعرف كان كنزا مكنونا ومن لي خلقنا الله عز وجل من أين؟ من تراب أمر عزرائيل ملك الموت أن يأتيه بحفنة من التراب من الأرض كان ربنا قد خلق الكوكب الأرضي وأعده وجمله أمنا الأرض دار فيها التراب ودار فيها البحار والأشجار ودار فيها السهول والهضاب ودار فيها المناخ المعتدل ودار فيها الفصول الأربعة وزيّنها وأتتها بحالة بنالينا الدار ربي عز وجل بنالينا الدار راد دار دي أنه ماشي والسكن الاقتصادي اللي عندك وماشي ديك الابارتومون للموين ستوندين ولا ديك الابارتومون ستوندين ولا ديك الفيلة لا راد دارك هي الأرض كلها أنت تملك كل شيء الأرض لنا والسماء لنا والكل لنا نحن لما نتجول في الأرض البحر لي والسماء لي والأرض لي والجبال لي والغابة لي كل شيء لي الكل لنا خلقه الله رحنا ضيق نفسنا ولكن يقول لك واحدنا مخنوق في السندوق الاقتصادي أنا مخنوق في كده أنت لخنقت نفسك أخرج إلى الوجود فربنا عز وجل قد خلق هذا الوجود لك من اللي خلقنا مولانا عز وجل بهذا النعيم وأمر أمر عزرائيل أن يأتي بحفنة من تراب الأرض ربي عز وجل صنعها أحسن صنع خلق بها بشر من طين دالي السمع والبصر دالي العينين والأذنين والأنف والشفتين والأسنان والعنق ودالي الأصابع والأنامل ودالي الصدر ودالي البطن ودالي السرة ودالي الركب ودالي السيق ودالي العمل الفقري لما صنعه الله نفخ فيه من روحه نفخ فيه من روحه نفخة ففتح عينيه وصار إنسان يسمع ويرى ويبصر ويفكر فيه جزء من الله الإنسان فيه جزء من ربه ونفخت فيه من روحي ثم بعد ذلك رب عز وجل الخاطئة غاجت لسي أن آدم غاجت في الأصل ربنا كان مبرمج بأن الإنسان سينزل إلى الأرض إني جاعل في الأرض خليفة من الانطلاق رب يبغي ذي الخليفة ثم أنزلنا إلى الأرض لكي نستمتع إحنا خلقنا فقط للمتعة فالدنيا فيها متاع ولكن المتاع قليل المتاع الأكبر هو خلقه الله للدار الآخرة المتاع الحقيقي إن أصحاب الجنة اليوم في شغل فاكهون شغلهم الوحيد والتمتع والدنيا خلق فيها الله تمتع قليل باش نستعد للقائه في الدار الآخرة وهي جميلة جدا الدنيا جميلة لكن الناس يضعون نظارات سوداء لما أتجول بالطرقات وبالأماكن العامة شحال دي الناس كلقهم غادين بلا نظارات ولكن في الأصل رادير نظارات سوداء وهو لا يدري كيبالي الوجود كله أسود مليك تتكلم مع الناس كل شي مقلق إن الإنسان لربه لكنود هكذا قال الله تعالى وصف الإنسان إن الإنسان لربه لكنود لكنود الكنود هو لكي يبقى يعدد المصائب يقولك أنا ما عندي ظهر أنا ما عندي حياة واشهدي دولة واشهد نظام واشهدي حكومة واشهدي ساعة زيدة ساعة نقصة واشهد كده يبقى دائماً يعدد وما عجبوش على وليده ولا الحي لك يسكن فيه وما عجبوش خوته ومن لك يشفصه في المراية ما كيعجبوش تعرصه مثل ما قال الحطيئة لما سب الجميع فنظر إلى المرآة فرأى وجهه بشعاً وقال لي وجهن هبح الله حامله وكان القلام طويل قبيح لا ينبغي أن نذكره في هذا المقام لأنه نسي بأن الوجود جميل والحياة جميلة فكن جميلاً ترى الوجود جميلة ذكرنا فقط هذه المقدمة لأن أختنا جميلة من السلة كلامها فيها تفاؤل كلامها يوحي بأنها متصالحة مع نفسها ومتصالحة مع أولادها متصالحة مع محيطها لأنها أصلاً متصالحة مع ربها رأى اللي يبغي يتصالح مع نفسه ما يبقى يقول لنا عندي أمراض نفسية عندي وسوس قهري عندي اكتئاب حد يتصالح مع ربه أولاً وغيرت لقاء سكتصالح مع نفسك اللي مخاصم مع المجتمع يتصالح مع ربه وغيرت صالح مع المجتمع أي يقول لك شيء لقسم الله ذلك مبلغه من العلم ومن الإصلاح الله يجعل البركة اللي مخاصم مع العائلة مع جبالة مولبة لخوته لتصرفة تعيينة خوته وغيرت خوتته وغيرت لقاء سكتصالح مع الله تعالى وغيرت لقاء سكتصالح مع الله تعالى أزمة مادية أزمة في العمل يقول لك لعل لها سر من أسرار الله أشنا هو السر؟ السر هو أن الإنسان يكون فيه صدق وذلك الصدق باش يحيد ربك يعطيه أزمة أو شدة أو مرض وهذه المعاناة هي التي تنقيه من هذا الصدق السلام عليكم لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة